موسيقى موسيقى لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي انرمت ظهر سهاما وأتقيها بفؤادي وأسلامي في كل حين أهلا بكم موسيقى قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر جاوبت بحسنينية الجملة هي تحيا مصر قالوا لي رسم عالمها سرحت وتخيلت قصر علي حراس كتير في وسطهم خط ونس تحيا مصر تحيا وعينها تملي صحيا وعينها بكل نحيا وفي مليون اتجال تحيا مصر حرا تحيا ألف مرام تحيا ممى يجرم لنهاية العام إلى منسك وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في زيارة إلى دولة بيلاروسيا هذه الجمهورية التي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي المنحل علاقات قوية بين مصر وبين بيلاروسيا حيث أول سفارة تم إنشاءها في القرى الأفريقية كانت سفارة بيلاروسيا في القاهرة بعد استقلال بيلاروسيا وتفكك لهاد السوفيتي عام 1991 روسيا بيلاروسيا أو روسيا البيضة كما يطلق عليها في بعض الكتب التاريخ كانت إحدى الدول التي بعد الثورة البلشفية عام 1919 تحولت هذه الجمهورية بعد الثورة إلى إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي موقعها في شمال شرق أوروبا شمال شرق أوروبا معنى ذلك أنها في المنطقة التي تبحث مصر عن تمدد لإعلاقاتها فيها حيث أوروبا الغربية وما بها من تفاعلات وما بها من تعقيدات مصر كانت بتنظر دائما إلى بعض المناطق التي يمكن أن تنفذ وتتمدد وتبني علاقات وطيدة معها منطقة جنوب أوروبا، إيطاليا، فرنسا، اليونان، قبرص، ملطة تم هذا بالفعل الآن مصر بتنطلق في هذه المنطقة منطقة شمال شرق أوروبا حيث بيلاروسيا وليتوينيا ورومانيا كل هذه الدول أوروبا الشرقية وهناك علاقات تاريخية بتجمع بين البلدين التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس البلاروسي الكزندر لوكاشينكو عام 2015 على هامش الجمال عام الأمم المتحدة الجمعية رقم 70 وتم في هذا اللقاء تبادل وجهات النظر والوصول إلى ألية وخارطة طريق للعلاقات الضرورية والحتمية التي تجمع بين منسك وبين القاهرة في عام 2017 قام الرئيس البلاروسي بزيارة القاهرة في 15-1-2017 وكانت زيارة مفصلية لأنها وضعت الخطوط العريبة لهذه العلاقات الممتدة حتى الآن والرئيس السيسي النهاردة وصل إلى العاصمة البلاروسية منسك ليكون أول رئيس مصري يصل إلى هذه البلاد أول رئيس مصري الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الدولة لها علاقات مع مصر علاقات تجارية لكنها في تقديري محدودة 108 مليون دولار حجم التبادل التجاري 25 مليون دولار مصر بتصدرهم 83 مليون دولار بلاروسيا بتصدرهم إلى مصر يعني مصر بتستورد ب83 مليون دولار وبتسطر ب25 مليون دولار أهم السلع الموجودة في هذه البلد الآلات الزراعية خاصة الجرارات الزراعية يرفع كل أهلين الفلاحين والمزارعين وأصحاب الأراضي الجرارات البلاروسية هي الجرارات الأكفى والأفضل الموجودة في السوق المصري أيضا لدى البلاروس لديهم خبرة عريضة في إدارة الصوامع وبناء الصوامع صوامع تخزين الغلال النقطتين الاثنين مصر محتاجاهم مصر محتاجة توطين صناعة الجرارات والآلات الزراعية مصر محتاجة إقامة الصوامع اللي يتم تخزين الغلال فيها بشكل علمي بشكل اقتصادي والخبرات البلاروسية هي الخبرات الملائمة لذلك إذن العلاقات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس البلاروسي الإكزاندر لوكاشنكو سيكون من محاورها الاقتصاد والاستثمار من محاورها التعاون والتفاهم في مجمع القضايا الإخليمية أيضا الحرب على الإرهاب والتعاون بين القاهرة وبين منسك كل هذه بتمثل أسباب وأهداف لهذه الزيارة بالإضافة إلى الأهداف المصرية الأهداف المصرية للتمدد داخل هذه المناطق المنسية كانت فيما مضى في الدبلوماسية المصرية يريد تكون عندي خريطة جملائي لبيلاروسيا حتى يقف المشاهد على المكان دي خريطة بيلاروسيا دي روسيا البيضة هي دي هي دي اللي قدامنا دي هي دولة حبيسة بالمناسبة يعني دولة ما عنداش سواحل أول ملحوظة لاتفيا ولتوينيا وروسيا دي روسيا هي دي ودي لتوينيا ودي لاتفيا ودي بولندا ودي اوكرينيا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس دول بتحيط خمس دول بتحيط بروسيا البيضة اللي هي بيلاروسيا الان او روسيا البيضة هذه الدولة في هذا المكان في هذا الاطار الجغرافي دائما ما أفسر التحركات السياسية او الاحداث السياسية بخريطة جغرافية وهاي الخريطة امام الناس اللي نرى فين مصر اهيه عشان بس الناس تنسي ادي القاهرة من القاهرة الى روسيا البيضة هنا الرئيس انطلق النهاردة تحرك من القاهرة الى روسيا البيضة روسيا البيضة لو احنا شايفين في شرق اوروبا شمال شرق اوروبا شمال شرق اوروبا هذه المنطقة منطقة واعدة سواء معدلات المال الاقتصادية يعني الروسيا البيضة عندها او بيلاروسيا عندها معدل نمو اربعة في المية تقريبا يعني هذه الدول هذه المنطقة رومينيا والمجر وبيلاروسيا وليتوينيا ويلاتفيا هذه الدول منسية منسية لكنها واعدة لديها فرص واعدة في كل الاحوال الرئيس وصل النهاردة الى روسيا البيضة من القاهرة الى منسك في الروسيا البيضة زميلي عمرو عبد الحميد متواجد في منسك لتغطية هذه الزيارة وبينقل لنا في نقل لنا بالامس يعني اجواء اجواء هذه البلد ولقاءات مع الجماهير والمواطنين وكان بيحدثني عمرو بالامس وافاد يعني انه البلد سعيدة جدا الناس بزيارة الرئيس السيسي اهتمام بالغ يعني دايما لما نيجي نسافر اي سفرية او بنتابع اي سفرية للسيد الرئيس الى الخارج بنشوف الصحف الاجنبية صحف البلد والمحطات الازاعية والتلفزيونية بتقول ايه دايما بنهتم بهذا يعني انا مش مهم الصحف بتاعتي بتقول ايه لكن الصحف الدولة المضيفة الدولة اللي احنا بنزورها ايه عمرو مبارح بيقول لي انه في صدر النشرات في التلفزيون الرسمي والتلفزيونات الخاصة والازاعات والصحف في المنشتات انه حفاوة بالغة بزيارة الرئيس السيس الى منسك ده دي دي موجودة في الصحف والوسائل الاعلام البلاروسية وهذا يمثل رافض من روافض القوى النعيمة المصرية اهتمام الاعلام في بلاروسيا وتحليلاته للزيارة وبينظروا الى مصر على انها قائدة القرى الافريقية بحكم رئاسة مصر الافريقي من الناحية والعمق التاريخي لمصر بداخل القرى الافريقية وبيرى هؤلاء انه انه يتم عناق اوروبي افريقي عن طريق مصر ويتم تعاون اوروبي افريقي عن طريق مصر اوروبي مش اقصد اوروبا الغربية انجلترا وفرانسا خلاف ولا اوروبا الشرقية دائما تاريخ العلاقات مع أوروبا الشرقية دايما حتى نقول لك معداتنا مع أوروبا الشرقية رومانيا والماجر والروسيا والروسيا المعسكر الشرقي كما نسميه اللي هو سواء روسيا والصين وغيره أو أوروبا الشرقية احنا النهاردة بنعيد مرة أخرى لعلاقاتنا مع أوروبا الشرقية بهاءها من جديد من خلال سلسلة الزيارات الرئاسية المونهجة ما فيش زيارة بالصطفة ما فيش زيارة من أجل الزيارة ما فيش زيارة للفصحة كل زيارات الرئيس الخارجية لتحقيق حزمة من الهداف الرئيس النهاردة وصل الى منسك التقى برئيس الوزراء وضع اكليل منظوره على النصب التذكاري بيلتقي الرئيس البلاروسي بيلتقي مع رئيس الجمعية الوطنية بيلتقي مع رئيس البرلمان بيزور البرلمان بيجلس في مائدة مستدرة مع كبرات شركات ورجال اعمال في بلاروسيا ده مجمل الخطوط العريضة للزيارة وان شاء الله يتم نقلها خلال التغطيات الحية المباشرة لقناتنا مع زميلي عمر عبد الحميد من العاصمة البلاروسية منسك لكن دايما معروفها روسيا البيضة بالجرارات الجرارات الزراعية اللي تجيبوا لي صورة الجرارات الزراعية يا شباب يعني هو ده الجرار الزراعي البيلاروسي اللي بيعرفه كل الفلاحيين في مصر هذا الجرار اتصور انه هيتم يعني احنا مش بنروح عشان نشتري جرارات بالمناسبة لا دايما الرئيس في زياراته طيب ما نيجي نعمل مصنع في مثلا المنطقة الاقتصادية لقناة سويس نوطن الصناعات اللي موجودة في الدول الاخرى داخل مصر ومنها تسويق هذا المنتج الى القرى الافريقية ومنطقة الشرق الاوسط ده الخطة على فكرة اللي مصر شغال فيها توطين الصناعات احنا بنستورد جرارات زراعية بكثافة من هذه المنطقة من رومانيا وغيره 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 فاكرين زي ما نقولك الروماني والمجري المجري الملمجر اللي هو الجرارات القطارات فكيف يمكن نقل وتوطين هذه الصناعات وهذه التقنيات الى مصر بيتم ذلك من خلال هذه الزيارات وتفعيل هذه الزيارات اذا شاهد انه زيارة الرئيس النهاردة الى بيلاروسيا قلنا بيلاروسيا في اوروبا شرقية قلنا بيلاروسيا في شمال اوروبا شرقية وقلنا بيلاروسيا دولة من الدول الواعدة في التنمية والنمو دولة صديقة بحق لمصر محبة لمصر اتنين دولة عندها مهارات وعندها ميزة نسبية وعندها مزايا نسبية في بعض الصناعات وبعض المنتجات الزراعية زي الجرارات وزي الصوامع الغلال وادارتها لذلك يتم نقل هذه التقنيات وهذه الميزة نسبية نستفيد منها ايضا فتح اسواق للمنتجات المصرية اللي بيحتاجها السوق البيلاروسي ده مجمل هذه الزيارة حتى الان حجم العلاقات اللي بين الجرارات دي على فكرة اسمها برضو م ازد يعني الناس يعني تجبوها تاني معروفة قوي الجرارات دي عند الفلاحين عند اهلنا يعني الجرار ده معروف هو البلد اللي رئيس فيها النهاردة اللي بنجيب منها الجرار دي احنا بقى عايزين ننقل صناعة الجرار دي في مصر ده من ضمن الاهداف يعني اللي موجودة والهالة عمل السلامات طلعت تقرير رائع جدا عن زيارة الرئيس الى روسيا البيضة وقال فيه التقرير انه العلاقات المصرية البيلاروسية بدأت منذ زمن بعيد واستقلال بعد الثورة البلشفية كان سنة 19 مصر فيها ثورة وكان هناك بتعلن بلاروسيا او روسيا البيضة استقلالها كجمهورية وبتنضم للاتحاد السوفيتي ثم حتى عام 1991 بتخرج من الاتحاد السوفيتي بعد فكه وبعد يعني محاولة الغرب تفكيك الاتحاد السوفيتي وتم استقلالها مرة اخرى وقامت اول سفرة في افريقيا في مصر سنة 1991 الرئيس الموجود الرئيس لوكاشينكو تولى الحكم سنة 1994 هو الرئيس الاوحد حتى الان منذ انطلاق الدولة مستقلة عن التحاد السوفيتي سنة 1991 وحتى الان هو في الحكم بعد انتخابات جارة سنة 1994 فيه مرضو ملحوظة على هذه الجمهورية زي ما جات في تقرير هالعمل السلامات انه فاكرين لما كنا في اثيوبيا قلنا اعلى مكان في العالم يمكن يعني درجة الحرارة درجة نسبة الاكسجين منخفضة لغاية لانه احنا مرتفعين ثلاثة اربع تلاف ادم فوق سطح البحر روسيا البيضة او بيلاروسيا من اكبر من اهم البلدان المنخفضة عكس اثيوبيا يعني منخفضة تحت يعني احنا دايما مثلا البحر الميت في اكبر منطقة منخفضة في العالم البحر الميت منخفضة يعني لو احنا شفنا سطح البحر كده مثلا هتلاقي البحر الميت كده تقريبا يعني بنفس فاثيوبيا كانت فوق فوق سطح البحر بكتير جدا فيش اكسجين لو احنا جينا لبيلاروسيا هنلاقي بيلاروسيا منخفضة عن سطح البحر بشكل كبير جدا يعني هنا بيلاروسيا وهنا سطح البحر سطح البحر والمحيطات وغيره في المنطقة دي عندي ايدي اليمين هنلاقي الدولة دي منخفضة يعني موجودة في مكان منخفض عكس إتيوبيا دي معلومة من المعلومات المنشورة في الهالة العامة للإستعلامات على دولة بيلا روسيا بلومبرج هذه الوكالة الاقتصادية الأشهر في العالم وكالة الأمريكية طلع التقرير صدر هذا التقرير عن بلومبرج وهذا من أهم وأخطر التقارير اللي صدرت خلال الأعوام الماضية إيه التقرير؟ التقرير في غاية الأهمية نشره النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيؤكد وبيضع وبيصنف مصر رقم اتنين من رقم تصنفها رقم اتنين في أكثر الاقتصادات مرونة في العالم أكثر الاقتصادات مرونة في العالم طلعت مصر رقم اتنين وكان زي ما احنا شايفين في الانفو جرافي اللي قدامنا الاقتصاد المصري ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية إيه الموضوع؟ الموضوع أنه هناك حرب تجارية قائمة هذه الحرب التجارية المعلنة والقائمة واللي بنتابع يعني راضي هذه ونتائج هذه الحرب على مدار الساعة بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية وربما من ناحية أخرى بين هناك المتحدة الأمريكية والصين والضرائب الجمهورية المفروضة والوسائل الحماية حرب تجارية بتؤثر لا شك على مجمل الانشطة الاقتصادية ومعدل الرواج ومعدل النمو وربما هناك حالة من حالات الرخاوة الاقتصادية العالمية رخاوة ربما تكون هي مقدمة لقدر الله لحال الكساد بتذكرنا بما جرى في 2008 وتذكر العالم بما جرى في الثلاثينات مع الكساد العظيم اللي انتقل بعد الحرب العالمية إذن العالم بيموج بتحولات اقتصادية مش عايزة صعب الموضوع لكن بقول فيه مشاكل اقتصادية عالمية في الأفق مين شايفها؟ العالم مين بيصنعها؟ الكبار بتؤثر على الاقتصادات الأخرى لا شك في ذلك هناك اقتصادات دول يعني هتقع تقع ايه؟ اقتصادية ليه؟ لأنها غير مرنة يعني ايه؟ ما أقولك ده غير مرنة بيخش في الحديد يتكسر خلاص مافيش مرونة مافيش مرونة يعني ايه؟ مافيش مرونة يعني ايه؟ يعني الدولة هتبقى غير قادرة على التعامل والتفاعل مع المتغيرات الجديدة طيب تعال نشوف في عندي معايير وضعتها بلومبرج ليه اختيار كيف اخترت مصر مثل رقم واحد الفلبين رقم واحد ومصر رقم اثنين فلبين رقم واحد ومصر رقم واحد ايه هم المعايير اللي استندت اليها وكالة بلومبرج خمس معايير المعايير الاول هو معدل النمو من الناتج المحل الإجمالي أو نناتج القوم الإجمالي معدل نمو في مصر كام؟ كلكم عارفينه وقالناها كتير 5.6% ده الوكالة قالت هذا الكلام 25.6% المعادل المعايير الثاني اداء العملة المحلية امام سلة العملات الدولية وبفكركم بهذا التقرير اللي صدر عن وكالة بلومبرج برضو قالت ان العملة المصرية الجنيه المصري سجل افضل اداء امام الدولار في العالم رقم واحد رقم ثلاثة الاحتياطي من العملات الاجنبية واحنا عندنا احتياطي وصل ل 46 مليار وكاسة درجة التصنيف الاقتماني وانا بفكركم برضو بمؤسسات التمويل اللي بتراجع اللي هي مودز وستاندر اندبود وهذه المنظمات قالت انه التصنيف الاقتماني لمصر ايجابي جدا وتحول من بي الى بي الى اي ومن سالب الى موجب وده كله معلن في حينه اداء الحساب الجاري الاول مرة الحساب الجاري بيحقق طفرة ايجابية غير مسبوقة اذا الخمس عوامل النمو والعملة والاحتياطي والتصنيف الاقتماني وده الحساب الجاري المعايير دي استند اليها وعليها القائمين على بلومبرج ويقالوا من خلال هذه العوامل الاقتصاد المصري مارن يعني ايه مارن؟ يعني هي تلاشى ويتلافى اي حرب اقتصادية قادمة قادر لاقتصاد المصري بمرونته بما حققوا من انجازات خلال المرحلة الماضية من خلال خمسة معايير اللي امامكم انه يستطيع ان يصمد امام التقلبات الاقتصادية العالمية ده كان المعايير ودي مصر قدامنا يعني اذا احنا شايفين نرقم اتنين بعدها الهند بعدها الصين كوريا الجنوبية الماجر باكستان ماليزيا روسيا كولومبيا بولندا اندونيسيا بيرو تركيا البرازيل طيب كل الدول دي يعني انا بس عايز اقول انه من حققنا نقول من حققنا يعني من حققنا نفخر بما تحقق وبشهادة وكالة بلومبرج اللي طالما كنا بنبحث عن اي خبر عن الاقتصاد المصري فاي صحيفة اجنبية تيجي الوكالة الاكبر في العالم في الولايات المتحدة الامريكية تقول ان الاقتصاد المصري بيمثل تاني اكبر اقتصاد في العالم من حيث المرونة للتقلبات فاعتقد انه ده ده شيء رائع جدا اهو قدامنا ده التحليل وده طيب تاني شوفوا هنا ايه بولشارة مؤشرات الاقتصاد المصري تحسن ملحوظا خلال الفترة الاخيرة الجن المصري زي ما انا قلت الجن المصري هو الاكثر صمودا امام الدور ويحقق اعلى نتائج في العالم وخمسة وستة من عشرة او خمسة وستة من عشرة المعدل النمو قدامنا هي وعنده اربعة واربعين وثلاثة من عشرة مليار دولار الاحتياط النقدي وانخفاض العجز في الحساب الجاري كنسبة من النتج المحل اجمالي من ستة واحد من عشرة الاثنين واربعة من عشرة وتصنيف الاتماني افضل في مستوياته من 2011 بعد وكالات مودز وفيتشر وفيتش وستاندر اندبوز برفع تصنيف مصر الاتماني اعتقد انه هذا التقرير وهذا التصنيف وهذا الصعود بيعكس اللي احنا كنا نقوله على مدار الفترات الماضية ارقام لا تجذب هذه المؤسسات الدولية او الوكالات الدولية ان كنا في بعض الاحيان فيها تسييس لبعض القضايا لكن الارقام لا يمكن ان يتم تجذب ممكن يتم قراءة سياسية لكن الارقام لا تجذب وشهادة للاقتصاد المصري مش بس انه كويس لا ده انه رقم اتنين في العالم في مرونة لتقلبات اقتصادية متوقعة نارده طرق عامر محافظ البنك المركزي كان في مؤتمر سيملس شمال افريقيا قال رقم مهم جدا لا يمكن انا اتجاهله او اتجاهله قال منذ 4 نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه المصري منذ هذا التاريخ وحتى الان ايه اللي حصل ايه اللي حصل يا سيد المحافظ دخل للجهاز المصرفي المصري ودائع تقدر بمئتين مليار دولار مئتين مليار دولار نعم هذا الرقم من 16 نوفمبر 16 يعني عندي 17-18 وعنى 19 لسه بكمناش قدي سنتين سنتين وسبع شهور 30 شهر دخلنا فلوس 200 مليار دولار ودائع ده معناها ايه معناها ثقة في القطاع المصرفي ثقة في الجهاز المصرفي معناها ان الجهاز المصرفي المصري اصبح موثوق لدى الناس لدى الشركات لدى المدعين وده معناها ايضا شهارة وفاهلمين لشركات الصرافة والمضاربين على العملة والذين كانوا يتعاملون مع العملة المصرية على انها سلعة تباع وتشترى استعدادات الداخلية لكاس الامم الافريقية وقامت ان شاء الله يوم الجمعة القادم على قدم وساق بتتحرك وزارة الداخلية على كل المحاول كل الجهات وكل الهيئات وكل القيادات بتقف الان في موقف التنظيم والترتيب وهذا التنظيم وهذا الترتيب في تقديري انه بيسير وفق خطة موضوعة مسبقا للخروج بهذا العرص بما ينبغي ان يخرج به النهاردة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عقد اجتماع مع عدد من مساعديه والقيادات الامنية المعنية وراجع معاهم الخطة لتبدأ هذه الخطة من لحظة وصول الفرق والمشجعين من المطار حتى لحظة اسكنهم واقامتهم تحركاتهم في الشارع عيشتهم ما عيشتهم كل هذه التحركات اللوجستية تحت اشراف وتحت تأمين وزارة الداخلية لا شيء يترك للصدفة هنا في مصر لا شيء يترك للصدفة كل شيء مخطط لقاء الوزير وزير الداخلية مع كبار مساعدي والقيادات الامنية كان للمراجعة والمتابعة وايضا للشكر الوزير شكر رجالته ليه لانه خلال الفترات الماضية كان منتدى وكان مؤتمر وكان فعالية وكان حدث كان بيستوجب من الداخلية ان هي تقوم بالتنظيم والتفعيل الابعاد الامنية وادارة هذه الامور ونجاح منقطع النظير للداخلية في كل ما جرى بالاضافة الى الانشطة الطبيعية الوزير الداخلية الخدمات المعتادة بالاضافة الى الهم الاكبر وهو الحرب على الالهاب في كل مكان والجريمة ومكافحة الجريمة ومقاومة الجريمة اذا لما جاءت كلمة اقول الداخلية قامت بتأمين مثلا مؤتمر المنتدى الفساد في شرم الشيخ او مؤتمر منتدى شباب العالم في شرم الشيخ او المنتدى العربي الاوروبي في شرم الشيخ كل هذا بيمثل لمن لا يدري عبء امني وادارة امنية ومجهود امني لا يمكن لأحد انه ينكره فبالتالي لازم نقول للناس دي شكرا لازم نقول للناس دي احسنتم صنعا لازم اقول للناس دي اللي هم بيصلوا ليل بالنهار انتو عاملين شغل كويس متشكرين هوا مش عايز منك متشكرين بس لازم نقول للاجاد واللي اشتغل واللي بتعمل متشكرين انا يعني شكر الى وزارة الداخلية على هذا المجهود هناك صور ايضا تعزيزات امنية بمحيط ملاعب امم افريقيا وخطط تأمين الضيوف وتحركاتهم في الملاعب اللي تقام فيها المباريات ومقار اقامة اللاعبين والجمهور كل دا فيه تعزيزات امنية وضحها زي ما احنا شايفين فيه تجهيز امني فيه جاهزية فيه تدريب فيه لياقة فيه وعي فيه ضيافة كل دا موجود شايفين الملاعب والله حاجة تفرح والله حاجة تفرح يعني دي الملاعب اللي كانت عندنا بس ما كانتش فيها اهتمام دي الملاعب اللي كانت عندنا دا مدخل الاستاد وشكل الاستاد شكله يفرح شكل الاستاد القاهرة يدعو للفخر حاجة فعلا حاجة عظيمة حصلت يعني كل ما اراه امام عيني اقول نعم نحن قادرون نقدر نقدر ونستطيع ان احنا نبني ونشيد وننتج وننجز ونتحرك وننطلق ونكسب ونربح ونتصدر كل دا نقدر نقدر لان احنا عايزين نقدر نقدر لان احنا مؤمنين بانفسنا الثقة في النفس اللي بيحصل قدامي اللي شايفه قدامي شيء رائع شيء رائع رئيس الدولة لما يروح يقابل اللعيبة يشد على قديهم شدوا حيلكوا يا ولاد يشتغلوا العبوا جدوا انتوا بتمثلوا مصر لما رئيس يروح مبارح ينزل الاستاد ويشوف ويتابع الملعب ويتابع التجهيز ويتابع التطويد اللي حصل في الملعب ايه هي دي مصر هي دي مصر كبيرة اللي محتاجة حد يتابع كل كبيرة وصغيرة ما نسيبش الأمور للصدفة اللي بيقعد في المكاتب واللي بيقعد منتظر الفرج عمر الفرج ما بيجي لحد هو قاعد وعمر المكاتب ما أنتاجة زعامة عمر المكاتب ما أنتاجة نجاح النجاح لازم أجري واتحرك واشوف واتابع احنا مشكلتنا في المتابعة يعني اتمنى التوفيق للمنتخب أتمنى التوفيق لللاعبين أتمنى التوفيق للداخلية في التأمين وأتمنى أيضا أن الشعب يلتقط هذه الفرصة أفكركم في كاس العالم في روسيا سنة اللي فاتت شهر كامل ما فيش تلفون واحدة سرقة ما فيش حدسة سرقة واحدة تم الإبلاغ عنه احنا أقل؟ لا والله احنا مش أقل نقدر؟ والله نقدر نقدر نسجل أسماء المواطنين وأسماء اللاعبين ونقدر نسجل لمحة تاريخية أمام العالم أن مصر استضافة هذه البطولة لم تسجل حادثة واحدة وأنا بقول تاني لزملائي في الصحف والمواقع الإخبارية والفضائيات اعلموا جيدا أن مصر فيها ضيوف دلوقتي والضيف من حقه أنه يعيش ويقيم وهو مبسوط ومستريح بلاش نقعد نأفور بلاش نقعد نبالغ بلاش نقعد نتكلم كلام لا يليق في حاجات حدثة صغيرة يكبر الموضوع يا سيدي ماشي أعملها بعدين خلص ما أنت بشدر تعيش غير ما تقول تضخم ومسك ندارة مكبرة ومسك عدسة مقعرة يا سيدي ماشي لكن أنا بقول دلوقتي عندي طلع أفضل ما في هذا الوطن أفضل ما في هذا البلد طلع ابرز مزايا بلدك طلع يا سيدي معلش يخد أجازة من السواد شهر يا عم خد أجازة من الأفوار شهر خد أجازة من النفسانة شهر معلش يا سيدي تعال لنفسك شوية الناس اللي هم خارجين على القانون أو الناس اللي عندهم يعني نفسهم بتحدثهم بالسوق سواء في سرقة ولا في بلطجة ولا غيره بلدنا يا جماعة محتاجة صورة كويسة بلدنا محتاجة وقعدين بقول إيه ده مش اختيار بالمناسبة الصورة كويسة بالنسبة لخارجينا هقول مش اختيار الدولة قوية والداخلية زي ما انا شايفين للتأمين كامل لكني بقول سلوكيات الناس سلوكياتنا في الشارع سلوكياتنا في المرور سلوكياتنا في التشجيع سلوكياتنا في الملعب كل ده بينعكس على حضارة هذا الوطن وهذا البلد وهذه الامة امام الناس وزارة الهجرة والمصريين بالخارج اتصلوا وتواصلوا مع المنتج هشام عبدالخالق منتج فيلم الممر وطلبوا منه انه يتم تنظيم فعاليات لمشاهدة الفيلم للمصريين في الخارج ومن خلال فعاليات مؤتمر كيانات المصرية المقرر عقد يوم 12 و 13 يوليو المقبل والذي يعد النسخة الثانية من منتدى المصريين بالخارج في اجاستك بوطنك نشوفك ونسمعك حاجة محترمة فكرة محترمة فيلم محترم منتج محترم ممثلي المحترمين سيناريو محترم الفكرة نفسها اعادت لنا البهجة الوطنية وزي ما قلت انه فيلم الممر بيمثل حلقة من حلقات اعادة الوعي للتاريخ المصري المنسي او التاريخ المصري اللي ضاع خلال فترات الماضية زي ما قاله هشام عبدالخالق الكلام رائع جدا انه الحدث نفسه في الفيلم بيمثل حالة من حالات ابتعات الوطنية من جديد انا ده مشاهد من الفيلم وبقول تاني انه الفيلم انا شاهدته وخليت ولادي يشوفوه وبقول تاني انه يجب انه كل بيت كل مواطن يروح يتفرج انا ادعوه لمتابعة هذا الفيلم الفيلم ده انا شفته وهشوفه تاني يعني هشوفه تاني وهشوفه تالت فعلا وخليت ولادي يشوفوه لانه فيلم بيعكس حالة مهمة جدا بالمناسبة مش كلام يعني مش بقول كلامه خلاص ان تنطلق من معسكر او من بقرة او من حفرة الاحباط الى كمة النجاح هو في الفيلم كيف كانت مصر فيه الحضيد حالة احباط سوداء غير مسبوقة وبتنطلق من هذه الحفرة من هذا الخندق المحبط ومن حالة اليأس ومن هذا الشعور الجنائز الحزين بتنتقل الى افاق اخرى للنصر واهزيج النصر واغنيات النصر بسم الله الله اكبر كل هذا بيعكس الفيلم تفاصيله ازاي انتصر على نفسي ازاي احول الشعور بالهزيمة والشعور بالانكسار الى شعور اخر بالعزة والفقار ده موجود في الفيلم مش كلام انشى والله ده كلام حقيقي انا بدعو كل الناس الناس تروح تغسل همومها بمتابعة فيلم زي فيلم الممر تاني بقول بتشرف بابطاله وبفخر بهم وكل اي مصري اي مصري بتحط فيه الاطار الصحيح ان شاء الله ينتج وينجز كون الفيلم مقدم الافلام اخرى بتعكس حالة الوعي المفقودة اللي احنا بنحاول نعيد بناءها من جديد عندي حدثة في تابعة لمركز شرطة ابو تيج في محافظة اسيوت ولد صبي عنده 14 سنة راكب عربية معه شرخصة طبعا لانه تحت السن والعربية دي من ضمن الممتلاكات احدى النائبات البرلمات الولد بيجرب بسرعة جنونية حصل ايه صدم مهندس مات لا حول ولا قوة الا بالله حادث بيحصل لكن لابد ان نقف وقفة عند هذا الحادث الولد تم القبض عليه يعني حادث تم القبض عليه والاجراءات القانونية والنيابة والدولة دولة شغالة قانون موجود لكن انا بتكلم دايما ما بتكلم انا بتكلم على شقين اما شق مجتمعي اما شق سياسي قراءة مجتمعية قراءة المجتمعية بقول انه كل واحد كل اب كل ام كل ولي امر يعني هو تصدف ان امه ولا يعني يعني هو الولد لكن معربية نائبة انا معلومة ان هي والدته ولا مش والدته لكن تصدف ان هي والدته يعني مش مش الحادثة بمناسبة ان هي ان هي والدته يعني مش قصة يعني مش بتصيد يعني لكن بقول له عن 13 سنة وأمه اسمها صحر الحادي أعتقد أو أعتقد كده صحر الحادي سهير الحادي سهير الحادي من أسيوت يعني مش عشان أمه نائبة عمل كده لا ده هو عشان يعني إحنا كلنا أولياء أموره كلنا أباء وغيره وغيره ممكن في لحظة عدم رقابة على الأولاد ياخده العربية ويطلع يعمل كارث ونشوف كل شوية كوارث وحاجات احنا كيف نعدل انضباط لهذه النقطة انا مش عايز بقى أتكلم بقى عشان أمنا ايه بقى وعشان لا 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 تاني بقول تاني للناس ننتبه وانا اي حادثة انا بجيب فكر حادثة اسماعيلية لابد ان احنا نتناول كل حوارث مفيش على رأسنا بطحة احنا مفيش على رأسنا بطحة تاني أدي الحادث قدامنا هو أهو الحادث قدامنا هو أهو 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 أدي الحادث مات الرجل فازي اللحظة عيل عنده 13 سنة سايق برعونة أهله بصرف النظر بقى ابن نائبة ولا ابن نائب ولا ابن حارس عقار مش فرق معنا أدي المظهر يعني مؤسف مؤسف أهو راح المهندس أهو ضاع الراجل نتيجة رعونة وعدم يعني وعدم عدم تربية في الآخر عدم رقابة وبقول رحمة الله على المهندس وبقول تاني إن الولد آه في الموقع لا يسعدني إن الرجل اللي ضاع لا حول قوت إلا بالله يعني مهندس بريء ضاع وعنده بيت وعنده عيال وعنده والولد كمان الصغير مستقبله ضاع اللي عنده 13 سنة لا يسعدني هذا أو ذاك كنا في منأة عن هذا إن إحنا لو انضبطنا والولد ما يسوقش عربية اللي كان عنده رخصة ومدرب وخلافة يعني هو دا الموضوع إحنا بنقول تاني عشان أخلص الموضوع قفله بسرعة ما بحبش أكلم في القضية دي قضية من هذا النوع الولد ارتكب الحادثة ما تهربش بره وما اتخدش وما فيش حزن لا ما فيش حد في مصر في مصر ما بأكد هذا الكلام ما فيش حد في البلد دي في قرصه تاني بقول العنوان العريض ليه جبت الحادثة دي بقول تاني ابن نائبة في البرلمان ابن رئيس لجنة في البرلمان ابن وزير ابن غفير الكل أمام القانون سواسية ما في ذلك شك ما فيش حد في هذا البلد فوق راسه ريش قضية الأمر الموضوع منتهي عشان بس النساء لو عدشي تكلم ولاقي بقى ايه المحطات اللي بره والكلام ايه الحق عشان ابن نائبة في البرلمان حصل كذلاء يا سيد حادث جنائي تصادف انه الولد امه نائبة في البرلمان تصادف ممكن يبقى كل يوم بيحصل حاجات من هذا القبيل اللي مش عزة كبره دخم بقول تاني القانون واحد على ابن النائبة ولا ابن ابن حارس العقار الجميع امام القانون واحد ما فيش حد فوق راسه ريش تم التعامل مع مع الحادثة بما تستحقه من اهتمام وبنرفض هذا بشكل كبير جدا والدولة كبيرة مئة مليون حوالث كل يوم وبلاغة بتحصل كل يوم زي كل دول عالم لكن احنا بناخدها انتقاء بعض الحوالث معينة واكبرها قدام الناس وايه الحق الاعلام الاخوان طبعا يقولك الظلم وشوف الاهدار كرامة الانسان المصري والولد عشان ابن الاكابر ومش عارف ايه لا ابن اكابر مين اكابر مين يا عم يا عم دي النائبة دي من قصيوط يعني بنت البلد هناك والحادثة حصلت لو كانت هي مش نائبة وكانت عادي يعني ست ما عنداش النيابة البرلمانية وكان ابنها عمل كده الناس ما كنتش تكلمتي يعني مع عطاقة ما كنتش تكلم يعني بنفس الحوادث التي بيقلمني دائما الحوادث ورحم الله من مات ويعني اللي زويه الصبر والنائبة برضو اشد على يديها اقولها يعني ربنا يصبرك برضو انا في 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 قلم شديد عندي خبر تاني النهاردة كان في محاكمة لقريطة خبر لمحمد مرسي العياط واثناء هذه المحاكمة طلب الكلمة من القاضي اعطاه الكلمة بعد ان تحدث حدث له حالة اغماء وبعد حالة الاغماء ادت الى ازمة خلبية فاودت بحياته فمات محمد مرسي العياط ادن موت محمد مرسي العياط النهاردة اثناء المحاكمة واثناء مدخلته اثناء كلامه للقاضي جات له الاغماء فالازمة فالوفاة تاني بقول انه لكل اجل انكتاب وتاني بقول درس في الادب ودرس في الاخلاق ودرس في الدين الى كل الاخوان لا نشمت في موت ولا نشمت في مرض وعند الله تلتق الخصوم لا اريد ان اخوض في هذا ده خبر لازم اقوله للناس وبقول تاني الحمد لله انه محمد مرسي مات امام الناس وهو بيتكلم واقف على رجله وعمل يقول وعمل يخطب وعمل يزعق واقع مات قدام الناس تخيل بقى والسر الاله طلع النهارده لو كانت المحكمة تأجلت وما فيش وكان مات في الزنزان قال لك الحق كان الاخوان طلع اشتغلوا بقى اشتغلوا بقى عشرات السنين الحق ده موتوه ده عملوه ده قتل ده شهيد ده عمي ما كناش هنخلص لكن لانه لانه رب العزة له حكمة في توقيت الوفاة فتمت الوفاة بهذا الشكل في هذا الاطار يعني احنا لا اعتراض على قضاء الله وقدره ولا تفسير وثاني بقول للناس تاني كل الناس اللي موجودين زملائي واخواني في الاعلام المصري بعرفهم واصدقائي واحبائي لن نشمت لا شمت في موت ديننا علمنا ان لا نشمت في موت نبينا علمنا ان لا نشمت في موت ما بنش مات مش شمت مش فرحان بقى وقول كذا كذا على الاطلاق رغم انه اذكركم جميعا الناس اللي بتنس دلوقتي واخد بس من اللقطة من المسلسل هذه اللقطة سقوط مرسي في اسلاء المحاكمة مات الله يرحم خلاص له من الله ما يستحق خلاص برضو لكل اجل انكتاب خلاص برضو فضت روحه خلاص برضو عند الله تلتق الخصوم كل دي امور ممكن نقولها لكن تاني من فضلك وسع الكادر لو سمح ارجع للمشاهد من الاول لو سمح اوعى تاقف عند هذا المشهد فقط مشهد وفاة مرسي لا يحاول ولا قوة الا بالله من فضلك احمد المنسي قتلوه المستشار هشان بركات قتلوه البطل احمد المنسي قتلوه احمد فهم النقراشي قتلوه محمود فهم النقراشي قتلوه الخزندار قتلوه حاولوا اقتلوه عبد الناصر كم شهيد من الشرطة كم شهيد من الجيش انا عايزك حط كل الصور بجوار بعضها البعض من فضلك لا احمد في موت والله والله ما فريحت يوما في وفاة حتى اعدائي على الاطلاق لكن بس بقول للناس ده مات اثناء النهاردة اردوغان بسرعة بينعيه رحم الله صديق الشهيد محمد مرسي باي 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 شهيد شهيد لمين شهيد منين وفين هل استشهد على اعتاب القدس هل استشهد على اعتاب الاندلس هو اي كلام هو اي كلام رحم الله صديق الشهيد الشهداء الحق هم اللي ارتوت اراضي هذه الدولة بدماغهم عشان بركات ده الشهيد المنسي ده شهيد وغيرهم 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 الزاكرة اللي انتسع رفض المحجوب شهيد كل هؤلاء شهداء انا مش عايز انسى كاي لا ننسى انا بقول دلوقتي الخبر بس بقول من فضلك لو سمح اوعى تنسى سلسلة الشهداء اللي سقطوا بكل هؤلاء سقط هؤلاء بفتاوى الاخوان انا بفكركم محمد مرسي مات ما يموت الله يبرح الاحة Ap Human Rights Watch طلعت بيان دلوقتي بتقول إن موت محمد مرسي عمر فضيع يا سلام سبحان الله سبحان الله Human Rights Watch عمل عمل بيان استنكار في ربنا استغفر الله العظيم بتقول إن موت ット أمر فضيع هو من اللي موته ربنا اللي موته ربنا اللي خد القرار وربنا اللي نفذ في الوقت الذي يراه Human Rights بتقول إن موت أمر فضيع يا سلام يبقى ده اعترض على مين هيومان رئيس بتطلع تقرير بتستجر فيه حكم الهية بتستجر فيه قرارات الهية بتستجر فيه القضاء والقدر سبحان الله لو كان محمد مرسي مات في زنزانته ما كناش خلصنا منهم كل يوم فيه ناس بتموت كل يوم فيه ناس بتموت محمد مرسي من احد الناس عادي يعني كل يوم فيه ناس بتموت في السجن ولي بجي له أزمة قلبية وغيره ده ممكن واحد كل يوم بسمح حاجات شباب صغارين لسه في العشرين وقتلقات اللي بيصحوه لقوميت وغيره قضاء الله وقدر لكن سبحان الله انه مات في الجلسة وامام الناس وقف على رجليه بيتكلم بيجادل مش عايز اتكلم بقى اقول ايه الان هناك طبعا الكتائب والدباب اللي يشغال بيبحثوا عن عملية فرصة وجاتلهم حال التعاطف مع الاخوان والمساجين وغيره الراجل مات مش في السجن الراجل بقول بشكل واضح مات واقفا على قدميه في الجلسة طالبا الكلمة منحت له الكلمة احتد في الكلمة جات له أزمة أزمة ففاضت روحه خلصت يطلع بقى اردوغان يقول الشهيد يطلع هومان رايتس تقول ده أمر فضيع يطلع العدل الدولية تقول كذا يقول زي ما انت عايز اللي يعترض يعترض على مين من يعترض على موت مرسي يقدم مذاكرة اعتراض للمولى سبحانه وتعالي يروح يعترض يروح يعترض شيء غريب شيء غريب وهنشوف طبعا المحطات بتاعتهم بالليل والكتائب اللي اكتونات بتاعتهم والجزيرة شغالة دلوقت طبعا شغالين وهيجبوا بقى يعملوا تغطيات وحمزة زوبع ومين 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 مين اللي مات مين اللي مات عمر بن الخطاب ولا ابو بكر الصديق ولا مين ولا مين ولا مين اللي مات امبارح انتوا فرحلين ليه امبارح لسه كلب من كلابهم على قناة العربي بتاعت كلب من كلابهم برضو عزم بشارة اللي بيمولها تميم بيتكلموا على مين الخلفاء الرشدين كلهم جواسيس ومنافقين ما زعلوش اول اخوان عليه يعني ما عملوش اللي عملو على مرسي ولا حق عادي خلفاء الرشدين كام واحد مات يقول لك ده مرسي مات ما هي موت ما هي موت ما عبد الناصر مات عبد الناصر مات مش عبد الناصر مات محمد صلى الله عليه وسلم مات ايه يعني لكن الموضوع لان هؤلاء تجار مواقف وتجار حوادث وتجار احداث وتجار اديان ايضا فمتوقع منهم ان هم يبدأوا يشتغلوا يتجروا بهذا محمد مرسي مات بس ما بتكملش مات فيين السجين مات في السجل لا ما ماتش في السجل اوقف مات في المحكمة ليه كانوا يفعل جليه وبتكلم ما كانش قاعد مستكيد ما كانش مريض ما كانش ينايم على سرير منتنقل ما كانش محتوط له بتاع كان واقف بيتكلم اجل و جاء خلاص رحمة الله عليه تلصنا لهم اضلا ما يستحق بس بقولكوا تاني اللي زعلان واللي عنده حنين افتكروا اخر شاب اخر ضابط مات في سيناء افتكروا افتكروا اخر ضابط اللي عنده كام وعشرين سنة عمر عمر افتكروه افتكروا امه افتكروا اخواته افتكروا المنسي افتكروا بركات افتكروا كل هؤلاء الشباب اللي راحه راحه ضحية فتاوى وضحية خبل وضحية كل هؤلاء لكن ده مات يعني الله يرحمه خالد من الوليد لأمال انا عمال اجري وفي الاخر مدت ايه ما كان هو دايما بيتكلم يقولك وكان الشاطر وغيره وعريانه ومش عارف ايه احنا عايزين نطلع ان حر القدس اطلعوا يا سيدي انا فاكر الرئيس الاسبع حسن برد اطلعوا حد حشكوه برد اطلعوا يا عم حد اطلعوا فضالوا روح في كل الاحوال وحتى لا تتوه الحقائق واختلط الحابل بالنابل لا شمت في موت ولا تعاطف مع الاخوان في اقصى احزانهم لا شمت في موت لا شمت في مرض لكن ما قرأته وما خبرته وما علمته وما تأكدت منه من تاريخ هذه الجماعة من 28 وحسن البنة وسكري والسندي واحمر عد الكمال كل هؤلاء القيادات والقرضاوي وغيره وغيره لا يعرفون رحمة ولا يعرفون عاطفة ولا يعرفون دينا ولا يعرفون وطنا فقط يعرفون مصالح والمصالح لا ترتبط لا بالاديان ولا بالاوطان كان هؤلاء يخططون الخطة لقتل رئيس الوزراء في حنها محمود فهم النقراش والله عندما قرأت الخطة بدقة كيف لهؤلاء الذين يصفون أنفسهم بأنهم أيادي متوضقة مصلين مكبرين يخش يعمل خطة لقتل الرجل بهذا الشكل اللي قتل اللي موجودين في المسجد بيصلوا في سيناء في المسجد الروضة 300 وشوية واحد أنا بس بفكر الناس بالدماء أنا بفكر الناس بس لأنه الشعب المصري عارف أن فيه كتير عنده عاطفة جياشة ودائماً نحن نتعاطف مع المريض مع الميت مع اللي عنده كارثة مع اللي عنده أزمة ده طبيعة الشعب طبيعة البشر العديم بالمناسبة لكن لنشمت ولكن في نفس الوقت لن نتعاطف لن نتعاطف لا تعاطف على الإطلاق وبنتعاطف لأنه لا يوجد فعل بشري فعل إلهي من يعترض من الإخوان وقارة الإخوان والمتعاطفين مع الإخوان فليعترض على رب العزة يعترض على الخالق يعترض على الله يعترض على مين سر إلهي أمر إلهي قدر إلهي أعمار مكتوبة في لوح محفوظ وأينما تكونوا يدرككم الموتى لو كنتم في بروج مشايدة خلصت القصة أنا بقول للناس للمصريين هلك أحد الإرهابيين وأنا ضميري مستريح ضميري مستريح وبقول تاني عند الله تلتقي الخصوم في خصوم في ناس مش فاهمين في ناس بيقولوا ده ظلم ده عدل ده باطل اختلط الحبل بالنابل نحول الملف في الربنا بقى هو اللي قرر فيه مش عاجب الناس الكلام ده أنا أحد الإخوان في الونيوركي قابلني واعد يقول لي أنتوا وانتوا كفار وانتوا قتلتوا وانتوا وعملتوا هو كل واحد يقول أي كلام بمزاجه عند ربنا ما فيش محامين يوم القيامة ما فيش محامين يوم القيامة ما فيش حسام العريان بيتكلم ويالتاوي ما فيش منتصر الزيات يوم القيامة ما فيش حد ما فيش أردغان يوم القيامة فيه رب العزة يعلم السر واخفى من السر احنا مش غايفين احنا بنقول ربنا مطلع وربنا مطلع على كل هؤلاء ربما كان هذا الذي وفته المنية اليوم أحد ضحايا هذا التفكير المسموم لمين للإخوان آمن بفكرهم وكذب بأكاديبهم ونادى بأنه يكون هناك مقاومة ونادى أنه هناك يكون في خرطوش للناس كل هؤلاء اللي ماتوا اللي استشهدوا من أبنائنا أبناء الجيش أبناء الشرطة المواطنين اللي تفجروا في كنايس وتفجروا في الشوارع وغيره دي بقاهم في رقبت مين في رقبت مين الحملة قيل عليكو يا إخوان الحملة قيل عليكو يا مام الله بقول تاني أنا هو خبر والخبر فتح كل هذا لأنه التاني يقولك الشهيد صديقي إن شاء الله يا سير تحصله قريب بإذن الله إن شاء الله أردغان بإذن الله قريب تحصله بس يوريني بقى مجدعتك كده وانت خليفة المسلمين ويلا على أعتاب القدس يلا عشان نقول عليك شهيد ونعمل لك مقام كمان لا حول ولا قوة إلا بالله نهاردة انطلق في مصر المؤتمر القوى الوطنية الليبية لدعم الجيش الوطني الليبي عشان الأمور تبعواتها القوى الليبية اللي موجودة نهاردة في القاهرة بتمثل كل الأطياف السياسية والقبلية والعائلات والعوائل داخل ليبيا كلهم جوم مصر لأن مصر هي اللي بتقود بتقود إيه؟ بتقود عودة واعادة بناء الجيش الليبي الوطني الحقيقي مش الميليشيات اتنين مصر بتقود فكرة توحيد الدولة الليبية واحدة أراضي الدولة الليبية عدم القبول بتقسيم ليبيا على أساس عرقي على أساس على أساس على أي أساس من الأساس يبقى مصر بتدفع في اتجاه واحدة أراضي الليبية واحدة الجيش الليبي مين مش عاجبه هذا كلام اللي عنده مصلحة مين اللي عنده مصلحة قوى إقليمية مين القوى الإقليمية؟ تركيا وقتر وبعض الدول الأوروبية مين العرب بتاحهم تايز السراج من الآخر تايز السراج ده جاي على بريجة إيطالية تايز السراج ده هو مخرج من مخرجات السخيرات للأسف الشديد لكنه بيناوق وبدلا من أنه يخرج من المشهد ويترك للجيش الليبي ويترك من البرلمان الليبي المنتخب ويترك للشعب الليبي أنه هو يعيد لليبيا مرة أخرى وللجيش الليبي بنائه لا بيعبث في هذا ممثلا أجندة من أجندات القوى الإقليمية ومدفوعا بتعليمات تركيا ورئيس تركيا ووزير خارجيته دايما متواجدين متواجد مع فايز السراج وشوفنا أكثر من اللقاء النهاردة في مصر تم انعقاد هذا المؤتمر المؤتمر الموسع في مواجهة الإرهاب والقضاء على التيارات المتطرفة التي تعتبر السبب الرئيسي في حالة الفوضى اللي موجودة في ليبيا الناس اللي موجودين جايين يدعموا مين؟ الجيش الليبي اللي بياخدوا مين؟ المشير خليفة حفتر ليه؟ لأنه مصر بتدعم الشرعية ومصر بتحتضن المؤتمر لأنه مصر بتحتضن دائما وتدعم دائما الشرعية الشرعية بيمثلها مين؟ البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والجيش الوطن الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر وثورة الكرامة اللي بدأها حفتر على أبواب تنظيف العاصمة ترابلوس مما وجد فيها من هذه التيارات والميليشيات المسلحة المدعومة والمدفوعة والمدعومة من مين؟ من قطر ومن تركيا إذن مصر بتتحرك بيعكس رغبة الشعب الليبي والقوى الليبية في السيطرة على مقرد الأمور بعيدا عن القوى الإقليمية اللي دائما ما تعمل على المصالحة فقط وبيمثلها في هذا فايز السراج إن شاء الله نتابع معكم مخرجات هذا المؤتمر أول بأول والمؤتمر بين عقل القاهرة بحضور مين؟ مش فصيل مكاني أو جرافي مش الشرق أو الغرب كل ليبيا كل الأطياف الليبية إكاديميين وبرلمانيين وقبليين ورساء قبائل وقادة ومفكرين وصحفيين وإعلامين كلهم وتوجدين في القاهرة لتوصيل مجموعة من الرسائل أولى هذه الرسائل نحن مع واحدة الأرض الليبية اثنين واحدة الجيش الليبي ثلاثة بندعم خليفة عفتر أربعة بندعم الموقف المصر الدائم لهذه الثوابت أربعة ضد التدخلات الإقليمية اللي موجودة في ليبيا اللي بتدعمها قطر وتركيا وبيمثلهم فيها فايز السراج وبعض القوى الأخرى اللواء صالح رجب ده وزير الداخلية الليبي الأسبق قال إن تركيا وقطر تهربان السلاح للإرهابين في بلدنا يعني تصريح من وزير داخلية ليبيا السابق بيقول فيها إن تركيا وقطر بيمولوا وبيدعموا الميليشيات الموجودة في ليبيا بالسلاح أزيدك من الشعر بيتا يا سيادة اللواء إن هناك خط جوي من تركيا إلى الأراضي الليبية لتسليح الميليشيات الإرهابية سلفية جهدية وإخوان داخل الأراضي الليبية بأموال قطرية أمير قطر بيدفع والسلطان العثماني بيمول جستيا وبيسلح وبعض القوى الأوروبية بتضع من فايز السراج لعوبة في أيديهم لتحقيق هذه المصالح اضطررنا قبل كده التعامل مع فايز السراج لأنه أحد بيمثل أحد مخرجات اتفاق الصخيرات ثاني بقول علاقة تركيا وقطر بليبيا لا جوار جغرافي ولا علاقات ثقافية ولا علاقات تاريخية ولا غيره فقط مناكافة للدولة المصرية أعيد هذا الكلام أكثر من مرة إن ما تقوم به قطر وتركيا في الداخل الليبي أو الداخل السوداني مناكافة للدولة المصرية لكن مصر بالمرصاد ومصر لن تترك الشعب الليبي الشعب الليبي لن تتركه الدولة المصرية سعالوا نروح لهذا الإرهابي الدولي العالمي الناطق باسم القاعدة في أوروبا هاني السباعي تتذكرون عندما جئت ببعض أقواله التي تطالب بتفسيط الجيش وحرب ضد الجيش وقتل المصريين ويقال إنه النبي كان بيقتل أبناء عمومته وقال الكلام بيخرج الواحد من العقل النهاردة في آخر خضة يوم الجمعة بدأ يهدي وبدأ يهاجم وبدأ يتحدث على يشبه نفسه بالرسول صلى الله عليه وسلم ويشبهنا إحنا بأبو جهل وأبو لهب وأصنام قريش إحنا مين إحنا الإعلامين بالإسم يعني تكلم علينا يعني كلام وأنا بقوله تاني بقوله هاني ده بقوله أنت لا تملك قضية تدفع عنه إحنا أصحاب قضية إنت بتهاجم وتقول الإعلام اللي يمثل أصنام قريش أصنام قريش وهل أنت رسول الله هل نصبت نفسك رسولا لهذا الزمان من أنت من أنت وأين تعلمت وأين تربيت ومن يأويك من ينفق عليك من أنت هاني السباعي إرهابي بلا عقل بلا قلب بلا دين بلا منطق وأوهاجمك وأستمر في الهجوم عليك وإياك أن تظن أنك بهذا اللباس الذي تظن أنه يعني أحد المجاهدين في سبيل الله بتخيفنا نحن لا نخاف لا نخاف إلا من الخالق فقط لا نخاف إلا من تهديداتكم ولا أقوالكم ولا أفعلكم ولا نهاب إلا الله الذي لا تعرفه أنا أخاف وأخشى الله الذي لا تعرفه ولا تعرف تعاليمه وأقتدي برسول الله وسنة رسول الله الذي أيضا لا تعرفه ولا تؤمن بما قاله وتنصب نفسك مكان رسول الله وأمامك مجموعة من الغوغائل يصفقون لك لا نخاف تهديداتك ولا تنظيم القاعدة بتاعك ولا الإخوان لكل أجل كتاب نستمع إلى بعض من أقواله السفيهة من رجل سفيه هذا إعلام أبي لهب ربما أنه ربما يكون أبو لهب تلميذا عندهم فإن شاء الله سحاول أن أفند هذه الشبهات رعاية لهؤلاء المحبين ولهؤلاء المذبذبين أو المغيبين أو الذين ربما يصحرهم هذا الإعلام الفاجر الماجن بسبب هذه الشبهات لأن الهدف من الشبهات أو من هذه الأكاذيب الهدف منها هو الحيلول بين الداعية وما يبلغ به عن ربه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يبلغ به عن هذا الدين العظيم يحولون بينه وبين الناس ولذلك فعلوها مع نبي الله موسى قديما قالوا إن به برصا وإنه رجل لأنه كان ستيرا حييا فقالوا إن به برصا فنزهه الله وبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها عندما اتهموا بذلك لماذا؟ لأنه حتى يخشوا منه فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اتهموه في عرضه كيف تتلقى من شخصية أو من شخص يتهم في عرضه فأنت ستقول مع نفسك إذا كان هو يستطيع أن يحمي عرضه فكيف يستطيع أن يحمينا؟ هكذا فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت سورة النور تبرئ الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا الدعاء دائما يتعرضون والشيوخ والعلماء دائما يتعرضون لمثل هذه الشبهات وهذه الحملات المجنونة المصعورة يعني هو بيتحدث على أنه ضحية للإعلام بيقول أنه هو رجل داعية ورجل شيخ وعالم العلماء وبيتعرض لظلم وبيتعرض لمظلمة وبيتعرض لهجوم من الإعلام أنا أقول له ولا أمثاله إحنا لا نتحدث إلا بما قلت يعني إحنا بنجيب الفيديوهات والكلمات من لسانه وبنعرضها للناس يعني إحنا ما بنقولش بنحطش كلام في بقه عشان يقوله إحنا فقط بننقل والله أجزاء من كلامه بسيط جدا جدا للناس هو أنا أنا يعني مش عايزة أقول كل حاجة لأنه في الخطبة الماضية أهان الجيش أهانة أهانة فظيعة ويتحدث بحديث لا يمكن أن إحنا نزيعه ما ينفعش أزيعه على حضراتكم وتكلم كلام فيه كله تكفير وكله تهديد بالقتل وغيره وغيره إنها مختلفات منه النهاردة جاي كالبعير بينكر وبيستنكر بيقول بيهجموني عشان داعية أدعو إلى الله ورسول الله أنت تدعو تدعو ضد الله وضد رسوله ضد الدين ضد القرآن الكلام اللي بتقول بيه والدعوة اللي بتقول بيها أصلا تنم عن واحد جاهل واحد جاهل جهول أنا بقولك وأقيم عليك الحجة وأنا خصيمك يوم القيامة أنك جاهل أجهل من دابة تتحدث بما لا تفقه بما لا تعرف وتدعو لقتال مؤمنين موحدين وما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان سبابا وما كان شتاما وما كان سافكا للدماء أنت تفعل هذا هل هذا سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بقول أنت على ضلالة أنت على ضلالة أنت على ضلالة وأتباعك على ضلالة وأنا أقيم عليك الحجة أمام الله أنت تؤب وتعود إلى صواب الدين فالدين لا يعرف أمثالك الدين لا يعرف ما تقول تعال نستمع إليه وهو يتحدث عن هشام عشماوي استغلوا فرصة موضوع العشماوي الذي ظل ثمانية أشهر في عند حفتر الطريف في الأمر ثمانية أشهر وتركوه ويقول لك العشماوي وهان السباعي عملاء للحكومة البريطانية يعني الحكومة البريطانية ستترك عميلها وكان ضابطا في الصعقة عند حفتر هتاخده هتاخد حفتر هتقوله تعالى يا حبيبي ده الرجل رجلنا كيف تأخذه هو طبعا هان السباعي يعرف قدرة المخابرات البريطانية لكن بقوله المخابرات البريطانية اللي انت شغال عندها يا هاني يا سباعي فشلت في العراق وهزمت في العراق وهزمت في أكتر من مكان وانت طبعا أجهل من انت تقرى تاريخ وأجهل من انت عبارة عن عميل وانا بقول لعمالتك للمخابرات البريطانية بالتأكيد وجودك في لندن تقول هذا الكلام الفارغ وهذا التحريض الزاعق اعتقد ما فيش قانون دولي يسمح بهذا ولا دين ايضا لكن اقول لك ممكن الكلام واحنا نتكلم لنا ثلاثا انا فقط اقول لك اتق الله اتق الله وظني انك لا تعرف الله عندي القصة اللي بدأتها مبارح بتاعت قناة العربي اللي ازاعت برنامج عصر الكتب اللي بيقدموا بلا الفضل واستضافت احمد صبحي منصور قال على الصحابة لا قال على الاختفاء الرشدين انهم منافقين وانهم مجموعة من الجواسيس وضعتهم قريش في طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرد بلا الفضل لضعفه او لجاهله او لموافقته على ما يقول صبحي منصور وخرجنا من هذه القصة بان هناك توجه جديد في قناة العرب ورجعت ان قناة العرب يملكها مين؟ عزم بشارة وعزم بشارة مول من مين من امير قطر فانا بقول تاني لكل المسلمين في كل مكان في العالم في كل مكان في العالم ادعو المسلمين في مشارق الارض ومغاربها امير قطر يدعم هؤلاء الذين ينقضون السنة امير قطر يدعم باموال قطر الهجوم على الخلفاء الراشدين المهديين امير قطر دافعا وداعما لعزم بشارة صاحب قناة العربي ان يقوم بهدم السنة من الداخل وتوضيح من خلال برامج محددة ان الخلفاء الراشدين مجموعة من المنافقين معاذ الله قيل هذا في قناة العربي التي تنطلق من لندن واللي برأسها عزم بشارة الصهيوني الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية الى كل المسلمين في ارجاء المعمورة امير دولة قطر بيستخدم اموال قطر في اطلاق محطة فضائية اسمها قناة العربي بيرأسها اسرائيلي يحمل الجنسية الاسرائيلية عضو الكنيسة الاسرائيلية واقسم قسم الولاء لدولة اسرائيل ان يكون رئيسا لقناة اسمها العربي بتبث برامج هذه القناة الهدف منها هدم السنة النبوية وهدم الخلفاء الراشدين واهالة الطراب على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بأموال مين بأموال قطر هل لا سمعنا صوت القرضاوي هل لا سمعنا صوت هؤلاء الذين يغنجون بتغريداتهم في كل يوم يهاجمون مصر والسعودية والامارات والبحرين اسأل اين صوت المسلم القطري اين صوت هؤلاء المغردون القطريون اموال قطر خصصت وجهت لهجمة شرسة هي الاكبر هي الاخطر على الدين الاسلامي والسنة النبوية وعلى الخلفاء الراشدين الذين وصفهم وصفوا في هذه القناة بانهم مجموعة من المنافقين وبانهم مجموعة من الجواسيس انا اقول ان عزم بشارة رئيس هذه القناة صهيوني اسرائيلي ولاؤه فقط لدولة اسرائيل ده مش كلامي تعالوا نشوفوا يمين القسم اللي اقسم به عزم بشارة داخل الكنسطة انا مجموعة من الجواسيس انا مجموعة من الجواسيس بشارة انبال جابرييلي عزم بشارة انبال جابرييلي متفقين ده عزم بشارة اهو قدامنا اللي قال نعم اقسم اقسم بايه كان قاعد بيريس فوق الولاء لدولة اسرائيل قال اقسم يبقى كل ما يقوم به لمصلحة دولة اسرائيل ده مستشار سياسي الامير قطر رئيس مجلس ادارة قناة العربي اللي بدأت خلال الفترة الحالية تعمل ايه تهاجم السنة بدراوة من خلال مخطط اسرائيلي لالاتيان على السنة من الداخل تعالوا نشوفوا بقى قال ايه عزم بشارة من خلال التغريدات هو عبد الرحمن القرضاوي الشاعر عبد الرحمن القرضاوي ابن يوسف القرضاوي بيقول ايه بيقول اه لعزم بشارة الاول بيقول يا عزم بشارة ثقافة النخبة غير الديمقراطية سواء كانت من العلمانيين ام الاسلاميين واستعدادهم لاستخدام التحريض والافتراءات في التعبئة ضد الاخر ومن ثم خلق الاستقطاب والشروخ الاجتماعية وتجهيل المجتمع بدل تثقيفه ليست فقط من اهم عوائق التحول الديمقراطي بل من اهم عوائق تمدر مجتمعاتنا عموما بيدافع عن ايه بيدافع عن ما قيل في قناة العربي قولا واحدا انا بس قلت الاول مين عزم بشارة وجبتلكم يا مين قسمه ودي دفاعه عما جرى في قناة العربي رد علي مين ابن يوسف القرداو قال له ايه قال له اجدت وصف الداء بيقول لعزم بشارة ابحث عن الدواء وعالج نفسك لا احد يحتاج هذا العلاج اكتر منك اختلفوا مع بعض كان عبد الرحمن يوسف كان شغال عنده اختلفوا مع بعض فقال له انت مريض عايز تتعالج ليه لانه بيدافع عن ما جرى في قناة العربي عبد الرحمن يوسف بسأل عبد الرحمن يوسف بقول له يا عبد الرحمن تاني اللي قلتم بارح اتصل ارفع التليفون وكلم والدك موجود فين والدك قاعد على حجرة اميل قطر بياخد منه فلوس قل لابوك يقول لأميل قطر واقف الفلوس العازمي الموضوع بسيط يعني انتم بتمثلوا علينا الفيلم عبد الرحمن يوسف القرداوي يبدو هنا مدافعا عن الدين حلو اوي موافق وعزم بشارة ضد الدين برضو موافق بيتخاله لع بعض لأ يا عبد الرحمن كلم ابوك في التليفون يوسف القرداوي اللي قاعد عند اميل قطر قل لأميل قطر واقف دعمك لعزم بشارة من اللي بيصرف على عزمي اميل قطر من اللي بيصرف على ابوك اميل قطر من مستشار ابوك السياسي عزم بشار من مستشار اميل قطر الديني ابوك الموضوع الموضوع بسيط يعني احنا تمثلية بيقوم كل واحد فيها بدور هذا الدور الدحك علينا لكن احنا لا هم بالمرصد ده شغل صياعة شغل صياعة اعتقد انه لن ينطلي على احد من العاقلين هاتلي التوتات يا ابن التاني اللي عندك عزم بشارة تاني في المعسكر المناهض للاستبداد تجد من يعارضه مدفوعا بالقيم الحرية والكرامة الانسانية وحقوق الانسان لهوة لغير يعني في الناس اللي بيكلموا على ضد الاستبداد في ناس صادقة وتجد ايضا معارضين متضررين منه هدفهم اطاحته واقامة استبدادهم مكانه بيكلم يعني ايه الكلام البتاعه ده هو عام المثقف يعني بيقول ان الناس اللي وقفين ضد الظلم والاستبداد نوعين نوع مؤمن بجد انه ضد الظلم والاستبداد والنوع الاخر بيقول كده بس لغاية ما يشيل المستبد عشان يجي مكانه يبقى مستبد اصدوا مين اصدوا الاخوان ما اختلفوا مع بع انا مش عارف امير قطر في ورطة بين ممارسات غلامه وخادمه عزم بشارة لان الفلوس دي فلوس امير قطر في ورطة بين ممارسات امير قطر وبين اعتراضات ظاهرية المين للقرضاوي ابن القرضاوي الاخوان هيعمل ايه امير قطر ايه اللي هيعمله انه منتظرون لكن انا بقول امير قطر غير قادر على الفعل امير قطر منزوع الاضافر والانياب بلا فعل هات للتويتر اللي بعدها يا استاذ عزم بشارة برضو ثقافت النقبة غير الديمقراطية سواء كانت من العلمانيين او الاسلاميين واستعدادهم لاستخدام التحريض والافتراءات في التعبئة ضد الاخر ومن ثم خلق الاستقطاب والشروخ الاجتماعية وتكيل المجتمع بدل تثقيفه ليست فقط من اهم عوائق التحول الديمقراطي بل من اهم عوائق تمد المجتمعاتين عموما دي التويتر الاولانية لكنه بيصر على الدفاع عن ما جرى في العربي والهجوم على جماعة الاخوان ده الجديد في الموضوع غير يا استاذ احمد جابر محمد بيرد على التويتر اللي فاتف بيقول له وهل من الحرية الهجوم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم بما ليس فيهم رضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين وتابعيهم الذين اتخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة وجاهدوا في الله حق جهاده ونحسبهم عند الله من المخلصين فمن اساء إليهم فإنما اساء إلى نفسه ده مين احمد جابر ده بيرد على مين على عزم بشارة غير يا استاذ عزم بشارة رضي ثاني قال شكرا لا هذا ليس من الحرية والجملة قالها ضيف ولم يقولها التلفزيون العربي وعما ذلك اعتذر الاخير التلفزيون العربي وغيره بث الحادا وكفر تكثيرا وطائفية ضمن سجلات بين اسلاميين وعلمانيين واعتبرت حرية رأي الهجوم ليس على جملة بائسة وقائلها بل على من لم يقلها لمجرد أنهم لا يهيمنون عليه سب الصحابة أصبح عند عزم بشارة جملة بائسة بطلوه ده واسمعوه هو ده عزم بشارة يبرر رفض أي مشروع غير مشروعهم أو ما يهيمنون عليه بحجج مثل حجج أي استبداد وتفيد باحتكار تمثيل الوطن والقومية والدين والهوية ليس الموضوع في هذه الحالة وحدة الصف في مواجهة الاستبداد بل ضرورة تقبل هؤلاء للتعددية الفكرية والسياسية والترفع عن الأحقار الشخصية والغيرة وغيرها ده مين ده عزم بشار شغال الدفاع نفسه وبيشعر بالخطر بيشعر بالخطر خطر من مين أكيد من أمير القطر خلينا نشوف طيب تعالي شوف بلالفضل كاتب بيقول ايه ده محمد الصغير بيقول محمد الصغير الإخواني بيكلم على بلالفضل بيقول ايه من هو الأبله الذي يتصور ده بلالفضل ده بلالفضل ده تغريدة بتاعة بلالفضل بيقول ايه من هو الأبله الذي يتصور أن الله خلق مليارات البشر لكي يلعبوا دور الكمبرس في تمثيلية في تمثيلية مشهد النهاية فيها أن يدخل المسلمون فقط إلى الجنة رد محمد الصغير قال هذا هو مقدم البرنامج على شاشة التلفزيون العربي الذي استضاف صبح منصور منكر السنة الذي وصف الخلفاء الرشدي بأنهم جواسيس حصولون تهدى من الداخل ده محمد الصغير وقع ببلالفضل الإخوان وقع ببلالفضل بقول له يا بلال تستحق تستاهل لأن أنت مش متربل تاني بلال يستحق هجوم الإخوان لأنه أصلا مش متربل الدكتور محمد عباس بيقول اعتذار قبيح مرفوض فهم يعرضون ما يريدون فإذا مر فقد تم المطلوب وإذا تنبه الناس واعترضوا نشروا اعتذارا لكن الشرف لا يسفح مرتين وليس يجزئ الزوجة القائنة أن تعتذر هي مرة فإن حدثت فقد انتهى الأمر واجب الرجم أطلب من المؤمنين الذين يحبون الله ورسوله أن يقاطعوا القناة ده من اللي بيقول تم الاتذار بعد أن هجموها ده مين ده محمد عباس عندي في بيان بيان عاجل من النائب العام بيان النيابة العام بيان النيابة العام تلقت النيابة العام عصر اليوم الاثنين الموافق سبعتاشر ستة الفين وتسعة اختارا بوفاة محمد مرس العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم ستة وخمسين خمسة واربعين تمانية لسنة الفين وتلتاشر جنيات أول مدينة نصر وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وأثناء وجود المتهم محمد مرس العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشيا عليه حيث تم نقله فورا للمستشفى وتبين وفاته إلى رحمة الله تعالى وقد أوري التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى محمد مرسي عيسى العياط وجد أنه لا ضغط له ولا نبض وحدقة العينين متسعان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية وقد حضر للمستشفى متوفيا في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى وقد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين وسمع أقوال المتواجدين معه في ذلك الوقت كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن وسوف توالي النيابة العامة إصدار البيانات في هذا الخصوص في حينه 17-6-2019 ده كان بيان النيابة العامة اللي صدر منذ قليل ويعني أردنا أن نضع أمامكم هذا البيان في كل الأحوال لن أتحدث مجددا عن ما جرى وما سيجري لكن في كل الأحوال أقول أنه مصر دولة مؤسسات مصر دولة قانون وحدث عارض بيحدث في كل يوم مئات المرات من المتوفين لكن هناك تجار الدين الذين يحاولون أن يستفيدوا واستغلوا من كل ما يحدث لكن قدر الله أنه حدث أمام الناس وأمام الجميع في قاعة المحكمة كما ورد من بلاغ أو من بيان النيابة العامة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة